السلام عليكم كل سنة أنتو طيبين الحمد لله رب العالمين على رمضان أنقذني كل سنة أنا بحس أن رمضان بيجي ينقذني وكأنني بحس إنسان يعني يعني بحس أن الكائن حي هو الكائن حي بيزي بيكون ربنا بيرسله لكل واحد فينا عشان ينقله يساعده وكأن ربنا بيبعث لنا حد كده من السماء بينقذنا من الضلالات الشيطان والأفكار والوساوس والتوهان اللي الواحد فيه بيبقى طول السنة بسبب الضغط اللي علينا يجي بقى رمضان متاعفة مش اللي بيحصل أنا شخصيا مش عارفة إيه الميكانيزم اللي بيحصل لي بيطلع منه واحدة تانية مش عارفة ومش عارفة إيه اللي حصل يعني مش عارفة التغيير ده إزاي حصل يعني أنا بالنسبة لي يعني أهدافي بقى وطموحاتي وخططي وكان دي كله بتعامل بعد رمضان مش بيتعامل في بداية السنة الميلادية إيه العلاقة يعني إيه الفرق بين واحد وتلاتين ديسمبر بواحد يناير إيه اللي حصل في أي حاجة حصلت إنما رمضان وما بعد رمضان لا فيه فرق فيه فرق أنت بتتغيري فطيب إزاي أحدد هدفي لو أنا لسه صغيرة أو كبيرة ومش عارفة أحدد هدفي وتعيي هكذا في الحياة مش عارفة راسي من رجلية إزاي أحدد هدفي بصي بصي على النتيجة اللي أنت عايز وصلي لها يعني أنا أنا عايزة كل فكهة طازجة دي النتيجة كيف أصلها أوصلها إزاي أوصل لها بأن أنا أزرع خلاص أزرع راحت البيت شجرة موز وشجرة مانجا وش عارفة وكل الفكهة الطازجة دي اللي لسه طلع يبقى فين الهدف الهدف إن أنا أكل والهدف نزرع الهدف إن أنا إيه أكل طيب والوسيلة اللي أنا سأغنتهي أزرع طيب فأنتي كمان حددي أنت عايزة عايزة بقى ركحة في الدنيا عايزة أشتغل عايزة أجيب مجموع في السنوية العامة عايزة أعمل شركتي الخاصة بي أنا عايزة أتجوز ويبقى عندي أولاد كتير وافرح بيهم كل دي كلها يا جماعة لنا أولتها ما تنفعش تبقى أهداف ليه لأن الهدف لازم يكون أكبر من كده بكتير ده اسمه هدف يعني إيه يعني ممكن هموت بسببه هدف هدف هنفعش تتخلي عن هدفك ممكن هعاني بسببه يعني ممكن أتعرض للأزايا يعني اللي هدفها تخلف ممكن تموت وانت بتقولها دي واللي هدفها تعمل الشركة بتاعتها ممكن تبقى سبب وبال عليك تتسجني فيها مثلا واللي هدفها أن هي تجيب مجموعة في السرعة ممكن مجموعة كبيرة ده يغرق تخش كلها مش متنسبكيش يعني فتتعابي فتعاني فأخذ يبالك من تحديد الهدف ده لازم يكون هيعود عليك بالخير سواء في الدنيا أو في الآخرة ويهون عليك نفسك وتعبك فيهم يعني يستاهلوا يعني يعني لازم الهدف ده يكون يستاهل التمن اللي هيدفع له طيب إزاي بقى أوصل للهدف ده يحطي هدفك قدامك وكأنك شايفه وعلى طول بصانه على طول بصانه ولما تكسلي بصينه ولما تقابلك صعوبات بص للهدف ده تاني خليك دايما حطينه صورة ذهنية كده في خيالك خيال قوي جدا يعني يعني هدفك ريدة ربنا يبقى كأنك شايفة ربنا طول الوقت وانت ما تقصبه شايفاه وانت دانية مفتوحة عليك وماشر الله يعني معاك فلوس ومعاك صحة كأنك شايفاه في كل أحوالك كأنك شايفاه هتعرف توصل لهدفك اللي عايز يفتح شركته كأنه شايف الشركة دي قدامه مناجحة وان المشاكل اللي بتقابله دي طبيعية جدا وانها لازم تقابله وانت مسلا هدفك في تربية أولادك وتربيه وعزا أولاد كتير وكده يبقى دايما حط في دماغك ان العالدي مش هتسمع الكلام ده طبيعي وان العالدي لازم أجيب لهم معلم ومدرس والله ما نفعش هتنعافر مرة واثنين وثلاثة وانا خلاص شايفهم قدامي شباب نجحة بتنفع الأمة وفرحيني فتلاقيك دايما ايه شايفا شايفا النتيجة في الآخر طب اللي يهني على الكلام ده كله هو منك تعرفي انك انت حياتك دي فرصة الحقي بسرعة واستغل الفرصة دي وتغيري بعد رمضان هتقدري ربنا سبحانه وتعالى ساعدك وهيساعدك مش هيسيبك أبدا بصي ربنا بتعامل معنا ولله المسألة زي ما أنا بتعامل كده مع ولادي وزي انت بتعامل مع ولاديك بالزبط مهما يكون الولد القدامك ما بيسمعش كلامك وطايح ومهما تنصحي ما فيش انت بتعمل ايه انت بتعيدك كلام تاني وتقرر كلام تاني ويا ابني تعالى بس يا ابني ربنا يهديك طب بصي شفتي مثلا شفت ازاي ربنا عام معك وتعودي نصايح 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 وتحب شوية وتعقب شوية بس ما بتزهيش فانا عايزك تقولي له يا رب انا عايزة اتغير الاحسن اعمل ايه عايزك تقولي له يا رب انا بلبس اللبس ده اللبس ده انا مش عارف اذا كان يرديك ولا لا فاذا كان يرديك الحمد لله واذا كان لا يرديك يا رب اعمل ايه تقولي يا رب انا عندي مشاكل مع زوجي مش متفاهمين مع بعض يا رب اعمل ايه كده عيش الحياة مع الله هو اللي عنده الحل وهو الأعلم ما تعتمدش خالص على نفسك وما تسقش في نفسك وما تسقش في قدراتك وما تسقش في ناس اللي حولك يعني يا يولادينا أمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فحضروه يعني ربنا بيقولك أقرب الناس لك خذي بالك في منهم أعدائك فحضري خذي بالك يبقى احنا ما نشغل ربنا بقى صح كده فاللهم أعننا على تغيير أنفسنا لما تحب وطرده وأعننا على تحقيق الهدف اللي إحنا مش عارفين نحدده ومش عارفين أصلاه الموضوع مش كلام ده الموضوع قلب وهي مبني عليه حاجات كثير في رب عيني إن أنا أحط هدف يرضيك وهدف يصلح حالي وجزاكم الله خيرا